مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا محللون للوضع الحالي للبلاد وضعوا احسمالين إلى ثلاثة لهما أولهما أن القايد صالح لا يريد إقحام الجيش أكثر في السياسة حتى لا تكون هناك ضغوطات ولا يسمى انقلابا رغم أن هذا الأمر لم يعود يهم الشعب نهائيا كونهم طالبوا القايد صالح بالتدخل ولا يبالي بأي طرف بل وشجعه في المسيرة على ذلك بالملايين أما الاحسمال الثاني الذي طريح أيضا كون القايد صالح سيستجيب للمطالب خصوصا أنه وعد بسنفيذ المدى سبعة وتمانية لكنه ربما لا يريد تسرع من الآن يترك مثلا موقف الشعب يتضح للعالم كله وأنهم رفضون لبن صالح ثم يتدخل ليكون تدخل سلسا هذه طبعا مجرد احتمالات المهم نتمنى أن تحمل الأيام القادمة الخير والهناء على الشعب ليرتح فالمطالب مشروع حالمين بغد أفضل بإذن الله وبإن الله القادم أفضل فقط أكثر من الدعاء لا تنسى الضغط على زر الإعجاب إذا كنت مع تغييري الكل والسلمي كما لا تنسوا مشاركتنا بأرائكم والاشتراك في القناة وشكرا